هي دي المسؤولية لدى الأجيال المتعاقبة بقى إزاي يتم الحفاظ على هذا العمل المؤسسي الراسخ جدا هذا كنت بتشير قبل الفاصل إلى أنه تبلغ ميزانية انعقاد الجمعية العمومية وانتخابات الأهل اللي جاية إجراءاتها حوالي 4 مليون جنيه أكتر من 4 مليون 4 مليون و300 ألف وشوين طيب وتم إقرارها من مجلس الإدارة في إيه؟ عندنا في الحقيقة بنوت صرف كتير عندنا حضرتك تجهيزات الخيمة اللي هيتم فيها الانتخاب جاهزة ده خيمة على مساحة ملاعب الخماسية كلها 3 ملاعب 75 متر في 46 متر و3 من 10 كمان حضرتك الخيمة دي 960 لجنة دي أحد التكاليف 160 لجنة 160 لجنة ويمكن هنا أنا برضو عايز أشير رسالة لأعضاءنا أعضاء الجمعية العمومية الموقرين دائما إحنا الانتخابات الماضية كانت 126 لجنة المرة دي كانت انتخابات النظام الأساسي أو التصويت على النظام الأساسي 136 لجنة المرة دي احنا عاملين 160 لجنة على الرغم من إجمالي عدد الأصوات اللي حق التصويت حتى الوقت اللي أنا قاعد مع حضرتك دلوقتي حالا 1818850 ألف صوت هما يغطوا 154 لجنة لكن احنا قلنا أن نظام الأساسي بتاعنا بيسمح بأن الكشوف تتضمن السادة الأعضاء الموقرين المسددين حتى 15 يوم قبل انعقاد الجمعية العمومية فإحنا عاملين 160 لجنة دي نقطة مهمة دكتور لأنه الناس كانت اعتادت النتيجة تسدد في نفس اليوم وتاخد الإصال تصوت به لا حتى 15 يوم من تاريخ 15 يوم دولت لهم حق أنهم يضافوا للكشوف ويتم اعتماد هذه الكشوف وتعلقها على السادة الأعضاء النادي بقى المسارعة بالتجديد طبعا الكشوف دي بتتعلق في كل المقارات الرئيسية للنادي الأهلي عندنا بتتعلق في مقر الرئيسي بالجزيرة بتتعلق في المقر في مدينة ناصر بتتعلق أيضا في الشيخ زايد دي كلها تكلفة أيضا جزء من الميزانية تكلفة المطبوعات ونشر الأعمال عندك مطبوعات تتعلق لأن في موضوعات مرتبطة بالعرض على الجمعية العمومية منها تقرير مجلس الإدارة بالنشاطات السنة المالية الحالية من 30-26-20 حتى 30-26-21 هذا أيضا تكاليف طباعة أو جزء من الموازنة انت بتطبع النهاردة أكتر من 10 تلاف كتيب ليتم توزيع على أعضاء الجمعية العمومية دي الجزء من الموازنة احنا النهاردة عندنا أيضا تغطية لوجستية لشبكة كهرابا مجرين محاول عشان برضو احتياطات اللي هي الطيار الكهرابي ده جزء من أيضا من المصاريف اللي موجودة في الميزانية ده المكت للمخيم بتاع الانتخابات يا دكتور يعني أنا بشكركم حضراتكم يعني سمحتونا بأن احنا في الحقيقة نعرضه وده برضو فيه تفاصيل كتير قوي يمكن البعض ما ياخدش باله منها وده برضو رسالة طمأنينة أيضا لعضاء الجمعية العمومية في ظل الجائحة اللي احنا موجودين فيها احنا كنا حرسين لو جيتوا حضراتكم بصيتوا على المدخل الرئيسي للخيمة الانتخابات الماضية كان أحد التحديات اللي وجهتها هي أن المدخل لم يكن بنفس الاتساع المناسب لعدد الأعضاء من الحضور كان مساحته أربعة متر احنا ضعفنا هذه المساحة بالنسبة للمداخل بالنسبة للخيمة زي ما أنا ذكرت من شوية عدد اللي جاني اللي جوه الخيمة النادي أيضا زميل الفاضل الدكتور سيد حزين وكيل أول وزارة الشباب والرياضة اللي هو وكيل مدرية القاهرة الجهة المشرفة وكان أيضا مع مجموعة من الزملاء وكان فيه ممثل لإجراءات الأمن والسلامة من الوزارة حضر هذه معنا التصاميم لو شفنا الممرات ألاقي أن ما بين كل الممرات المبين اللي جانوا بعضها البعض 11 متر و60 سنتي ده برضو عشان سهولة الحركة داخل في الحقيقة الخيمة الانتخابية لو شفنا بقى المنصة بتاعت القضاء المنصة بتاعت القضاء احنا أخذناها كمان بحيث أن هي تاخد جزء من التراك اللي حوالين الملعب وتعلى وتبقى السادة القضاء الموقرين يستطيعوا رؤية جميع اللي جان اللي داخل الخيمة تعزيزا لعمليات النزاهة والشفافية ده برضو أيضا موجود حتى اللي جان اللي هي فيه عاملينها في المنتصة في المسافة حرصنا برضو أن يبقى فيه مسافة كده اللي جان اللي في آخر الخيمة الممرات اللي جوه عندها 16 متر وشوية ودي رايحة على باب الخروج عشان سهولة عمليات الخروج والدخول إلى الخيمة كمان مش بس كده في الحقيقة احنا كان عندنا حاجتين مهمين رعناهم في الخيمة دي أن تبقى عملية التهوية وضمان أن يبقى فيه طيار هوائي موجود جوه عشان الجائحة اللي احنا موجودين فيها ففي الحقيقة كنا عايزين نعملها خيمة مكشوفة فخفنا أيضا من متغيرات المرتبطة بالتغيرات الجوية فلا إذا كانت مكشوفة وحصل لقدر الله مطر في هذا اليوم أيضا تعيق الحركة تعيق الحركة وتعيق العملية الانتخابية فزودنا التكاليف عشان من هنا بقول له حضرتك ميزانية ضخمة أكتر من 4 مليون جنيه فعملنا زي ما بيقولوا إيه شبكة هوا فوق تبقى مكشوفة من فوق في الخيمة ومتغطية في نفس الوقت بحيث أنها تعمل بعملية الطيارات الهوائية بأن تغطيت ولكن عملت عملية تهوية جيدة أيضا للخيمة في الحقيقة ده كان يعني جزء من الموازنة اللي احنا تكليف السنديق الانتخابية جايبين سنديق الانتخابية كلها شفافة بالكامل وده أعتقد جزء من الموازنة اللي احنا حطينا تكلفة المطبوعات القاصة بعمليات التصويت ده جزء برضو مهم جدا فيه الموازنة اللي احنا عرضنا على مجلس الإدارة المؤقر ففي الحقيقة فيه مجموعة من البنود أنا يمكن عرضت جزء منها على حضرتك اكتباعة شراء أحبار تكليفة خيمة طيار كهرابي احتياطي عمليات الخدمات اللوجستية للسادة المشرفين على عملية من الخبية. وأرضية الملاعب حفاظا عليها برضو. وأرضية الملاعب لا فيه كمان جزء مهم بقى. أماكن انتظار السيارات ده عشان ما تغيرتش عركة المرور والحضور أيضا. طب إيه أماكن انتظار السيارات عشان السادة العضائب وعارفين. يمكن المرة دي كمان أخدنا مكان انتظار إضافي وهو جراش التحرير احنا أخدناه. جراش حقيقة غرب الملاصق للنادي أخدناه بين الجراش الأوبرا. أيضا بنشوف مركز شباب الجزيرة برضو. لأنه عنده جزء كده صغير برضو. مستشفى المعلمين. ومستشفى المعلمين. ففي الحقيقة دي كلها جزء من التكليف أيضا اللي موجودة في قلب الموازنة. أيضا حركة السيارات اللي هتنق أعضاءنا الموقرين من المقارات إلى المقر الرئيسي بالجزيرة. سواء من مدينة ناصر أو دي مهمة. ده جزء. يعني في حفلات مخصصة. في حفلات مخصصة. وعملنا حاجة برضو حاجة جميلة جدا. عشان من زودش فترة انتظار التجمع للأعضاء. جدنا حفلات ساعة 32 راكب على أساس تبقى فيه سرعة للحركة. وزودنا كمان عدد المركبات دي المرة دي في الخطة بتاعتنا. كمان تغطية الخيمة دي بعوامل الأمن والسلامة من حريق من كل ده. احنا الحمد لله مستعدين ليه بشكل كويس. يبقى توفير ربنا ان شاء الله. وأعضاء الجامعية العمومية كيفما نراهم عليهم كل مرة بانه هم فعلا قوة الثقة وثقة القوة زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي. انه هم بيجوا وبكل كسافة لصناعة قوة قرار لمستقبل الأهلي. ده احنا في الحقيقة كلنا ثقة في الجامعيتنا العمومية. انه هيعمله ده ان شاء الله.